مرحبا مواليد برش السرطان معكن كارمي شاماس اليوم بدي احكي عن الأسبوع الثالث من شهر أدار مارس يعني عم بيحكي عن الـ 2.16 لـ 1.22 أدار مارس هيدا أسبوع مهم لأنه في عنا حدث كتير مهم وهو بداية فصل الربيع يعني بنتهي فصل الشيطة وبيبدأ فصل الربيع رسميا فعليا فلكيا يوم الجمعة 20 أدار مارس بتمام الساعة 4 إلى 9 دقايق توقيت جرينتش يعني الساعة 6 إلى 9 دقايق صباحا توقيت بيروت هيدا أهم حدث عننا بهيدا الأسبوع طبعا فيه اشياء تانية هيدا الأسبوع لكن ما رح حكي عن أمور عالمية رح حخصص هيدا طبعا هيدا الفيديو مخصص فقط للأبراج الأسبوعية يمكن يكون في عندي فيديو آخر لتوقعات عالمية يا على الفيديو يوتيوب أو على تويتر البداية طبعا بهيدا الأسبوع شوفي عنا بهيدا الأسبوع هيدا الأسبوع هو أسبوع لموليد برش السرطان هو أسبوع بيطلب من مولود برش السرطان أنه يحدد شو بده مفروض يكون تحديد للأولويات لفكرة معينة الشمس الموجودة برش الحوت هي موقعة بيكون كتير مهم بعده داعم للكن بعده بيخفف الضغوط وبعده بيخفف من نسبة التغييرات أو الظروف الطارقة بالعكس حتى بيكون في احتمال أن يكون فيه حتى أخبار سارة جدا عنكن كوكب عطارد يلي بيحمل أخبار ميركوري هو بيرمز إلى الرسائل وجلب الأخبار رح بيكون برش الحوت ابتداء من يوم الأثنين من مطلع الأسبوع بالنسبة للكن الحوت هو بيت السفر فعالأرجح في عنكن مرسيل أو بيوصلكم رسالة بهذا الأسبوع من الخارج أو من جامعة أو شيء اللي علاقة بسفر أو برحلة أو بكتاب أو بنشر وفيها تكون خبرية حلوة هيدا الأسبوع بالنسبة للكن هيك بشكل كثير مختصر ونظرة سريعة يعني إذا حدا سألني أليك كيف أسبوعه لبرش السرطان بقلوه وعالأرجح في عندك خبرية حلوة واصلة من بره المهم التانين التانين الأمر بيكون ببرش القوس يلي هو البيت السادس بالنسبة للك فبداية يوم الأثنين رح بيكون ناشطة رح بيكون فيها شغل رح بيكون فيها اهتمامات روتينية وغير روتينية للأربعة ونص الظهر توقيت جرينيتش يعني ستة ونص المساء بيكون خلص النهار يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية بدي عمل حسابه أنه تقريبا من الصبح الأمر موجود ببرش الشدي بيوصل الأمر لبرش الشدي بتدخل شوي الظروف يلي بتشربك الأحوال إلا ما يطلع شخص أو مسألة معينة وتتساءل أو بتطرح أسئلة أو يمكن شكوك عند لي موالي برش السرطان هلأ الحلو أنه هالمسألة هاي تتزامن أو بعدها موجودة مع وجود الشمس ببرش الحوت يعني أنت مدعوم كليا فلا تنجرف ولا تنصاق وراء أي محاولة غريبة عجيبة هالجو يبقى الثلاثة والأربعة يومين فيهم طاقات كتير كبيرة تملك طاقات كتير كبيرة فيها تكون شوي مندفعة لكن بتساعدك لحتى تقوم بالأعمال الصعبة يلي بده شغل يلي بده تركيز يلي بده جلد يلي بده قوة قوة فكرية وعزيمة قوية لكن بعده عن الدخول في أي جدال ضروري الجمعة وعفوا الخميس الأمر ببرش الدلو بتخف الضغوط بشكل كتير كبير ولكن هناك بعض المعاملات يلي رح تتصل فيها أو أنت تقوم بهيدا الحدث تقوم ببعض الاتصالات وتقوم ببعض المحاولات للتقرب من الآخرين ومن إنها الآخرين؟ مش حيال لناس الآخرين هن الناس يلي بيقدروا يساعدوك لتحلح القصة ملف أو ورعة والجمعة نفس الشيء والثبت واحد وعشرين كمان نفس الشيء حتى الساعة اثنين ونص الظهر توقيت بيروت هذه الفترة هي فترة صحيح خفيف الضغط ما في ضغط عليك لكن ما معناتها تنام على حرير هي فترة لحتى تضبط أمورك وأوراقك وأعمالك لحتى الأمور ترجع تمشي حالك وطبعا برجع تكرر إنه الظروف الجو العام منه سلبي فأي الضغط بيمرو عندك ضغط يعني بمعنى إنه صار فيه شغل زيادة صار فيه ركض زيادة فلين بده تليفون ورد تاني هيدا بده موعد انت بتروحها موعد هيدا هو الضغط اللي معقولة تعاني منه بهيدي الفترة أما الانفراج فهو مسائق بعطلة الأسبوع ابتداء من اثنين ونص الظهر توقيت بيروت ومع وصول أمر لبرشالحوت هونالك انفراج كتير حلو بتفرحه وترتاحه مش بس السبت المساء أو حتى اللي عم يتابعني من أمريكا من قارة أمريكية من الصبح انفراج كتير حلو حظ كتير حلو يلي أسبوعه كان مخربت على الأرجح ترجع الأمور لمجرها الطبيعية فحاولوا إن تكون تعتزروا أو تشوفوا كيف بتكون ترجعوا تتصالحوا مع الناس اللي اختلفتوا معا هيدا إذا اختلفتوا معا الأحد هنا عشرين أذار مارس يوم بعتبروا ناجح لموليد برش السرطان الشمس الموجودة من الجمعة في برش الحمل على نقطة عندك الدائرة الفلكية قد تحمل لك رسالة حلوة وجيدة جدا مثل ما شايفين أسبوع فيه كتير حركة وأهم شي إنه هالمرسال كوكب عطاره دي تقدم بسرعة وعلى الأرجح فيه أخبار سهرة مقبلة لعندك المواليد الأكثر حظا كلكم محظوظين بصراحة خاصة في عطلة الأسبوع لكن بشكل عام كل الأسبوع الأكثر حظا فيه تكون 19-22 تموز يوليو مع أنه فيه بعض المعاكسات شوي لمواليد 21-22 لكن على الأرجح بيمرؤوا بطريقة جيدة بسبب دعم الشمس لألكم بد لكم أسبوع إن شاء الله يكون أسبوع موفق أسبوع كتير حلو وتابعوا رجاء الأبراج الأسبوعية وشهرية واليومية وشاركوا بليز بليز شار دو فيديو تانكيو